اسلام عليك يا زاكو يا شباب حنا في الفيديو الذي يجب أن نتحدث عن Lahmato تتحدث أن spoke Blaring وهو و هو البليرينج وان телефон MIKE بعض الشيء ولا針 سؤال و شرحنا هناك طرق اسئين معافي وهو hes deste Claring ماشي او الويتت مين لا هو بيستخدم الميديان جاوسين بليرنج برضك اسمه ويتت مين عشان انا بحسب المين بس بيستخدام ويتس وكلام ده كله تمام انما الميديان بقى الفكرة فيه الفكرة في انه هو بيجي بيجي على قيم البكسل اللي موجود عندك في الكرنل تمام وبعد كاي بيراتبهم من الصغير الكبير وبعد كاي بيجيبوا قيمة القيمة البكسل اللي هو بيقسم فيها المجموعتين اتنين متسوين في العدد عدد القيم تمام بحيث المجموعة اللي على الشمال مثلا اه كلها اصغر كلها دية والمجموعة الاعليمين كلها اكبر طيب المهزة في الميديان اي بقى ان هو ممكن يقل الكوميتونيز اللي عندك في الصورة بطريقة كبيرة جدا عشان لو اصلا يقلني البيكسل الجديد بيكون جايب قيمة البيكسل موجودة في الصورة ذات نفسه يعني البيكسل الجديد ممكن يكون بيكون واخد قيمة من موجودة في الصورة ذات نفسه من بيكون شو خيال قيمة مش موجودة في الصورة اساسا يعني في الـ Average و الجاوس يانب ليرنك وناحنا ندرك في معاملات ونعمل والكلام ده كله فممكن تطلع لك قيمة بيكسل قيمة البيكسل الجديدة ممكن ما تكون ش موجودة في الصورة من اساسه إنما لا في الـ Medium احنا قولنا بناخد بالراتب قيمة البيكسل وبناخد قيمة منهم تمام فعشان كده بيكون قيمة البيكسل الجديدة بتبقى موجودة في الصورة كنت البيكسل جدا بتبقى السلامة موجودة في السرعة الأديمة ماشي او الأصلية فدي ممكن يقلل النوز جامد وبيختار البيكسل زي محددة والكلام ده كله فدي بيقلل النوز جامد عندك تمام فتعال كده نشوف اهو دي شكل الميديان تمام يعني حتى لما احنا جينا وضحناها اهو دي شكل فرق ما بينه يعني هتلاقي النوز هنا قلت شوية عن ديت مقارنة بديت ديت القليلة شوية تمام وبردك هتلاقي الواضحة حتى يعني حين الوردة هتلاقي اللون البيض والوردة بقت واضحة اكتر من مقارنة بديت ومقارنة بديت نفس الكلام الاتنين واضحين وهكذا يعني فهو كل ميسود او طريقة يعني ايه لها مميزات وعيوف على حسب التطبيق اللي عندك بردك بتختار الميسود للمناسبة ليكو الكلام ده كله طيب احنا في كل اللي احنا شرحنا دي الوقتي بتلاقي الصورة يعني عمل لها بليرنج او مش واضحة قوي او مش فاهم مش عارف اوصلها لك يعني الصورة الحوف بتاعتي يعني الاشكال اللي عندك بهتة الاشكال اللي عندك انا مش عارف حدد الشكل دي ايه بالزبط يعني مثلا لو احب بص البتاع ديت مش عارف ديت ايه بالزبط ايه الجزء دي فهو مش فاهم يعني ايه الجزء دي تمام فالفكرة بقى ان احنا عايزين تعرف تحدد لنا الاشكال دي تعرفتش لنا النويز بس الحواف او الاشكال تفضل زي ما هي ما يحصلهاش بلايرنج او بكلام ده كله او تضغط عليها بطريقة بطبقة ضباب كده او يحصل لف فوقها ضباب فانا ما اقدرش اميز الشكل دي ايه بالزبط فالطريقة بقى الامثل الحاجات ديت اللي هي مين البيوليترال ميسل البيوليترال بليرنج من اسمها يعني ايه بيوليترال ديت معناه سنائي تمام فقول فكرة في البيوليترال بليرنج ان هو بيستخدم جاوسيان بليرنج مرتين اثنين مرة عشان الكلار اس بيسيز من المسافة من ايه. بعتيبه كأنه سنتر وبرسم حولي دايرة. الخامسة ديت عبارة عن الديامتر بتاع الدايرة دي. او القطر بتاع الدايرة دي. تمام? فدي يعني بيحددلي ايه هى اللي انا ممكن اخدها في الحسبات معايا. حاولين البيكسل اللي انا عايز احسابه دي. تمام? طيب واحد وعشرين ديت عبارة عن مين عبارة عن سيجماس باس. سيجماس باس ديت بايجي مين? بتيجي بتشوف كيفية من البيكسل القريبة من في الالوان من بعض اللي انا خده معي في الحساباتLI أوكدت الألوان الكريبين من بعض لكن ح lobbying بلعتك grandsar ممكن تب paisатها ب عناء كل ما بعله الرقم ده كل ما الاختلاف يزيد ونفس الكلام بالنسبة ايه للاخير ده ده Sigma is base يعني ايه كل مسلا ما البيكسلز اللي كانت بعيدة عن بعضها في الاندكس بتاعها يعني ايه الاماكن بتاع البيكسلز المبعد عن بعض باخدهم كل ما ده كان كبير انما كل ما ده يتقل لا باخد البيكسلز القريبين من بعض قوي انما كل ما ده يزيد كل ما تزيد المسافات ما بين البيكسلز واخد البيكسلز لو بعيدة عن بعضها عاد فالفكرة بس ان هو في ده كل ما قومت بتاعلى كل ما باخد قيم البيكسلز حتى لو مختلفين في الالوان قوي وكل ده ما قومت بتاع الا برضك كل ما باخد البيكسلز حتى لو بعيد بعيد عن بعض يعني ايه المسافة ما بينهم كبير تمام بس فده نفس الكلام بقى فتعالا كده نطبق الMeshod فدي الافراج ودي الجاوسيان ودي الميديا تمام شوف فقا جديد تمام فجيب بساطة على الصورة القديمة شايف باهتة ونقط صودة ويعني فيها نويس كتير او هنا الصورة الجديدة يعني واضحة خالص ويعني حتى يعني ايه الالوان بدأت تظهر ويعني وحتى يعني انا شايف قسا يعني النقطة الصودة اللي على الخنفسة والكلام ده كله حاجة جميلة صراحة يعني تمام مقارنة بديت لا يعني رهيب يعني بس لو جنب الصينال ديت وديت وديت لأ ديت يعني تفوكم بكتير جدا 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 تمام حتى يعني الوردة واضحة وكل حاجة واضحة صراحة في الصورة يعني حاجة رهيبة جدا طيب طبعا يعني مفيش حاجة كاملة والكمال اللي واحده فهو لازم برضك البايلترا الميسوت ديت لها ايه عيب برضك العيب بتاعها ان هي بتبقى بطيئة جدا مقارنة ايه بالكاوسيان والأفريج والمين بليرين طب ليه عشان هي طبعا بتطبق اتنين ميسوتز اتنين مع بعض ماشي الجاوسيان مرتين اتنين مرة الاسباس ومرة الكلر فهتلاقي بطيئة شوية بس هيك تأثير لا هي تأثيرها رهيب جدا زي ما انت ما شفت بالوقت هي بتحافز على الاجز او الحواف اللي عندك وبالتالي بتقدر تشوف الاشكال اللي عندك تقدر تميزهم تمام وبرضك بتعمل بليرينج في نفس الوقت فهي بتعمل حاجة اتنين مع بعض فعشان كده هي بتبقى بطيئة بس تأثيرها يعني بيفوكوا التأثير الميسوتز اللي احنا خدناها قبل كده بكتير تمام بس فهو دي البليرينج هو مهم جدا وهت تستخدمه كتير ولازم تفهمه وتدور عليه ان شاء الله وتبقى قرأ فيه كتير عشان هو انت هتستخدمه كتير جدا ويعني والميسوتز ان شاء الله اللي قدام اللي احنا نستخدمه هنستخدم بليرينج على حاجة اساسية يعني تمام فهفهمه جدا عشان هو مهم وبس فهو دي نهاية الفيديو رب يكون عجبكم ويا ريت لو لسه مشاركتش معنا في القناة تنزل تحت وتعام نشراك وتفعل الجلس ولا عجبك الفيديو يا ريت تعمل لك وتشاره مع اصحابك واشوفكم في الفيديو الجاء ان شاء الله يلا سلام علي اشتركوا في القناة